السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أصدقائي الأعزاء اليوم سنرى حجم الأسطوال رأينا في السابق حجم المكعب وحجم متوازن المستطيلات قلنا لحساب حجم المكعب الحرف في الحرف في الحرف وبالنسبة لمتوازن المستطيلات الطول في العرض في الارتفاع يعني مساحة القاعدة في الارتفاع بالنسبة لمكعب ومتوازن المستطيلات والأسطوانة وكذلك الموشور نأخذ مساحة القاعدة في الارتفاع بمعنى الأسطوانة قاعدتها على شكل ماذا؟ على شكل قرص كيف نحسب مساحة القرص؟ القاعدة هي قرص إذن نأخذ مساحة القرص ونضربها في الارتفاع ومساحة القرص هي إذن قلنا حجم أسطوانة هو مساحة القاعدة في الارتفاع في ارتفاع الأسطوان والقاعدة قرص إذن رأينا مساحة القرص هو الشعاع في الشعاع في P التابت P دائما 3.14 ثم في الارتفاع رؤيد لحساب حجم الأسطوانة الشعاع في الشعاع في العدد P ثم في الارتفاع الشعاع في الشعاع في P هو مساحة القاعدة مساحة القرص ونضربه في ارتفاع الأسطوانة إذا كنا نريد أن نحسب ارتفاع الأسطوانة ولدينا حجمها نأخذ الحجم تقسم مساحة القاعدة مساحة القرص يعني الحجم تقسم مساحة القرص ومساحة القرص هي الشعاع قلنا في الشعاع في P وعند مرة أخرى الارتفاع ارتفاع الأسطوانة القائمة دائما سوي الحجم تقسم الشعاع في الشعاع في P لا بد من ضبط هذه القواعد حتى نتمكن من إنجاز تمرين بدقة راحثوا الآن سأقدم لكم مثال بالنسبة لتمرين ثلاثة أحسب حجم العلبة العلبة الخضراء عبارة عن ماذا شكلها هذه أسطوانة قائمة القاعدتان متطابقتان نقول أسطوانة قائمة ارتفاعها بكم ترتفع بـ 18 سنتيمتر وقاعدتها قرص 12 يمثل ماذا قطر القرص إذن كيف نحسب حجم الأسطوانة قلنا هو مساحة القاعدة مساحة القرص في الارتفاع ومساحة القرص هي الشعاع في الشعاع في P ثم قلنا نضرب في الارتفاع هنا 12 هو قطر إذن كم هو الشعاع إذن قلنا 12 سنتيمتر هو قطر قاعدة الأسطوانة قطر القرص إذن أقسمه على 2 لكي نجد أولا الشعاع إذن الشعاع هو القطر تقسم 2 يعني 12 تقسم 2 تساوي كم؟ تساوي 6 سنتيمتر إذن قطر القطر تقسم 2 تساوي الشعاع إذن الشعاع هو 6 ومنه لكي نحسب حجم هذه الأسطوانة نأخذ الشعاع قلنا وجدنا هو 6 في 6 في P في 3.14 ثم في ارتفاع الأسطوانة 18 6 في 6 36 في 3.14 ثم في الارتفاع 18 36 سنتيمتر مربع قلنا 6 في 6 6 سنتيمتر في 6 سنتيمتر تساوي 36 سنتيمتر مربع في 3.14 تساوي 113.04 سنتيمتر مربع هذا هو مساحة القاعدة مساحة القرص ونضربه في الارتفاع الارتفاع الأسطوانة هو 18 تساوي 2034 32.72 سنتيمتر مكعب الحجم بالمكعبات سنتيمتر مكعب تقل إلى مثال آخر 11 84 احسب حجم حلوة حلوة عيد ميلاد محمد علو كل جزء من الحلوة هو 5 سنتيمتر علو كل طبقة ب 5 سنتيمتر إن هنا 5 سنتيمتر يعني ارتفاعه هذه كذلك 5 سنتيمتر وهذه ترتفع ب 5 سنتيمتر احسب حجم الحلوة لاحظوا هذه الحلوة ماذا تتكون تتكون من ثلاث طبقات وكل طبقات فهي على الشكل ماذا على الشكل أسطوانة قائد إذن هذه أسطوانة الأولى بنفسجية ثم هذه الأسطوانة الخضراء ثم الأسطوانة الصغيرة بالأخضر الفاتح لاحظوا 35 يمثل ماذا يمثل قطر الأسطوانة البنفسجية الكبيرة التي توجد في القاعدة قطرها 35 لاحظوا قطرها ونحن نحتاج لكي نحسب الحجم نحتاج إلى الشعاع إذن شعاعها هو 35 تقسم 2 إذن بما أن قطر هذا الأسطوان اللي في القاعدة بنفسجية 35 سنتيمتر إذن شعاعها إذن لاحظوا هنا الشعاع الأول أغ 1 تساوي القطر تقسم 2 35 تقسم 2 تساوي 17 5 إذن شعاعها هذه الأسطوانة هو 17 5 تقل إلى الأسطوانة الثانية التي توجد في الوصف لاحظوا هنا بما أن الكبيرة هنا 35 قطرها 35 إذن هذه لاحظوا في الجانب الأيمن والأيصر لاحظوا نقصنا فهو ليس نفس القطر بالنسبة الأسطوانة التي توجد في القاعدة نقصنا في هذه الجاة 6 سنتيمتر وهنا 6 سنتيمتر 6 و 6 12 إذن نقصنا من قطر الأسطوانة الكبيرة 12 سنتيمتر إذن الشعاع الأسطوانة الثانية هو 35 سنتيمتر ناقص 12 سنتيمتر ثم نقص على 2 نبحث عن الشعاع 35 ناقص 12 تقسم 2 تساوي 23 إذن قطر هذه هو 23 سنتيمتر أزلنا 6 في اليمين و 6 في اليسار إذن 23 هو قطر ثم نقسم على 2 فنحصل على 11 فاصلة 5 هذا هو شعاع إذن كذلك الأسطوانة الصغيرة التي توجد في الأعلى لاحظوا نأخذ قطر الأسطوانة الثانية قلنا وجدنا 23 إذن كذلك أزلنا منه بنفس طريقة في اليمن 4 سنتيمتر وفي اليسار 4 سنتيمتر يعني أزلنا 4 مرتين يعني أزلنا منه 8 إذن نأخذ 23 قطر هذه الثانية قلنا ناقص 8 4 ثم نقسم على 2 23 ناقص 8 تساوي 15 إذن قطر هذه 15 سنتيمتر إذن نقسم على 2 لكي نحصل على الشعاع إذن شعاعها 7.5 سنتيمتر إذن وجدنا شعاع كل أسطوانة إذن الآن يمكننا نحسب الحجم إذن 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 نحسب حجم الكعكة سنأخذ حجم الأسطوانة التي توجد في القاعدة الكبيرة زائد حجم الأسطوانة الثالث ثانية زائد زائد حجم الأسطوانة الثالث لاحظ المثال ونحسب هكذا إذن الأسطوانة الكبيرة شعاعها 17.5 إذن حجمها 17.5 في 17.5 في 3.14 في ارتفاعها ارتفاع كل جزء قلنا علو كل طبقة ب5 سنتيمتر لدينا نفس الوحدة كل القياسات بالسنتيمتر لأن هذا هو حجم الأسطوانة الكبيرة أو التي توجد في القاعدة البنفسجية زائد حجم الأسطوانة الثانية شعاعها 11.5 في 11.5 في ب ثم كذلك هي ترتفع ب ارتفاعها 5 سنتيمتر علو ها 5 سنتيمتر في 5 ثم الأسطوانة ثالثة أو الطبقة الثالثة شعاعها 7.5 إذن 7.5 في 7.5 في ب في كذلك كذلك هذه الطبقة فهي هذه الأسطوانة فهي ترتفع ب 5 سنتيمتر ونحسب ونحسب 17.5 في 17.5 تساوي 306 فاصل 25 في ب في 5 11.5 في 11.5 تساوي 10.5 25 في ب تساوي 961 فاصل 625 في 5 إذن في 5 زائد 132 23.25 في ب تساوي 415 فاصل 265 في 5 إذن كذلك هنا في 5 نستعمل أقواس دائما ثم حجم الثانية 6 و الثالث عفوا 6 و 5 فاصل 25 في ب تساوي 176 فاصل 625 في 5 إذن في 5 وهكذا وجدنا حجم كل واحدة إذن هنا في 5 تصبح 4808 فاصل 125 سنتيمتر مكعب هذا حجم الأسطوانة البنفسجية يعني التي توجد في القاعدة ثم حجم الأسطوانة الثانية 206 و 325 سنتيمتر مكعب ثم حجم الأسطوانة الثالثة 813 و 825 سنتيمتر مكعب ونجمع الأسطوانات الثلاث الطبقات الثلاث وسنجد 7700 767 فاصل 575 سنتيمتر مكعب كانت منها تستفدو منها تشرح والطبق القواعد في أمطلة أخرى إذن إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر